الحق يحتاج إلى رجلين رجل ينطق به ورجل يفهم يا صباح السعادة والجمال والتفاؤل على كل مشاهدي قناة الصحة والجمال هكون معاكم أنا أمل علام وزميلي صفوة أمر في برنامج حقي وحقك كل يوم أربع من الساعة 12 ل 12 ونص يا صباح الفل يا صفوة صباح الخير يا أمل وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان بنروح بحضركم بحلقة جديدة من برنامج حقي وحقك عجبني قوي الجملة اللي بدأت بيها الحلقة الحق يحتاج إلى رجلين الرجل ينطق به ورجل يفهمه يعني الحق هنا ماحتاجش ستة خالص لإظهاره وده إن دل على شيء هيدل على إيه إن الرجال قوامون على النساء يدل على القوامة بتاعتنا صح كده؟ بالضبط حلوة حتة إن الرجال قوامون على النساء ربنا فعلا قال إن الرجال قوامون على النساء ودي حاجة كويسة جدا ربنا ميز الراجل بيها بس للأسف في رجالة بتستغل الحتة دي بطريقة غلط يعني الراجل ربنا خليه قوام على المرأة علشان يتولى المسئولية ويلبي طلباتها واحتياجاتها ويكون هو الضلع القوي في حياتها لكن للأسف في رجالة بتستغل النقطة دي ضد الست يبدأ يتحكم ويسيطر عليها وبيكون شايف إن القوامة دي إن هو يلغي شخصيتها وبيتحكم بزيادة عن اللي زون فيها يا رفتا زيتنا من يمارس حقه لا يسيء إلى أحد وإنت نفسك دلوقتي قلت إيه؟ قلت إن القوامة للرجل فالطبيعي ده بيديني الحق في أمور إن أنا ماسك زمام الأمور فبيديني الحق إن أنا ممكن أخذ قرارات نهائية في أوقات كتير فليه عايزة تحوليها لتحكم وسيطرة؟ طب إيه رأيك نخلي موضوع الحلقة تحكم وسيطرة؟ يلا بينا بس نخليها بقى للجمهور نشوف هل الجمهور هو اللي هيحكم ما بيننا حلو برضو ده جداً الموافع عليه جداً نتشوف بقى الجمهور سواء لو قدرنا نسع بصوات أو حتى من خلال صبحتنا على الفيسبوك وهنسيب الحكم لي أنا موافع ماشي مستعد للحلقة؟ مستعد جداً بس في حاجة برضو الرجالة أوقات بيستغلوا حتة القوامة دي غلط هو علشان ربنا رزقه إنه هو يكون قوام على النساء بيستغلها غلط هو أنت بتقول إنه هو يمسك زمام الأمور هو الراجل بيحرفها شوية بيمسك بقى إيه الموضوع ويبدأ يتحكم بيبقى عايز يلغي شخصية السبت في الحتة دي يعني في حاجات مثلاً معترض عليها ومش مقتنع بيها فبيبدأ يلغي شخصية السبت وييجي يقولك إنه الرجال قوامون على النساء مش العكس يعني إنه هو سبت لما تبقى حاجة مش علمزاجها هي اللي بتاخدها إنه هو تحكم الرجل اللي عايز يتحكم فيها وخلاص؟ طيب حتى لو زي ما أنت بتقول كده إنه هي حاجة مش علمزاجها طيب ما ممكن يتفاهم معاها لكن هو الرجل بيحب إنه هو يسيطر هو عايز يتحكم ودايماً بيستغل بقى حتة القوامة دي يعني هو بما صدق بقى إن الراجل قوام على السبت فبيمسك بقى النقطة دي ويبدأ يستغلها ضد السبت طيب ماشي خلينا هنرجع للكلام ده تاني بس هنطلع فاصل صغير ونرجع على طول استنوني موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 علشان أحل مشكلة يعني أنا ما ينفعش أكون متسيب تماما وأسيب الموضوع يفلك من إيدي أو أن أنا أكون متحكم قوي وده هيعمل مشاكل كتير يعني لازم أمسك العصائم النص ما ماشي أنا معاكي أن أنا لازم أمسك العصائم النص بس مش معاكي أنه كل القرارات مش لازم يكون فيه اتنين هياخدوها لا إحنا ممكن أن إحنا نتناقش ولكن فيه قرارات اللازم هتتاخد من طرف واحد مش بيقولك المركب اللي رئيسين بتجرأ بس فهي فيه حاجات هو الراجل ليه في الآخر هو المسؤول عن سباب الأمور طب خلينا أقولك ليه الراجل مثلا بيتحكم يعني مثلا الراجل أوقات كده بيبقى شايف أنه ليه الحق في أنه يتحكم ده بيبقى ليه سبب يعني مثلا لو راجل عنده مشكلة نفسية أو عنده نقص بيبقى حاسس بعدم تقدير لنفسه فبيبدأ يطلع المشكلة أو النقص اللي عنده ده في الكهن الأضعف منه زي الست اللي معاه مثلا فبيبدأ يطلع العقد اللي عنده دي عليها يبدأ بقى يتحكم ويسيطر عايز يثبت رجلته عليها ده بيكون بسبب مشكلة أو مثلا التربية يعني مثلا الراجل متربي في بيئة شايف باباته لعمره راجل حدي جدا وشديد جدا مع مامته فهو طلع طبيعي شايف الأب متحكم طالع عايز يبقى زي بابا ما أنا بابايا كان كده لما الزوجة مثلا بتيجي تشتكي جزها شديد جدا ومتحكم عادي ما أنا بابايا كان كده تمام؟ أو العكس راجل مالوش شخصية وضعيف جدا ومالوش رأي وشايف بقى ان بابا يعني كان كده وخايف بقى ان بابا مثلا عشان ما كانش ليه رأي وعندوش شخصية فهو بقى بيبدأ لا أنا مش عايزة بقى زي بابا بقى بس يا عمل بتقولي برضو ان هو يعني هو بيتحكم للتحكم ولا هو انت مثلا كنت بتقولي ان هو عشان ما تعمليش مثلا ما تلبسيش كذا او ما تخرجيش مع صحبتك الفلونية او ما تكلميش صحبتك الفلونية ده مش تحكم وخلاص على فكرة هو كثير من الاحيان ممكن صحبتك دي الراجل شايف ان هي مش كويسة وانتي مش شايف هذا وهو فعلا بيبقى ليه نظرة في ده وكثير قوي ويمكن اختي ومراتي يشهدوا على ده حصلت كثير جدا بيطلع ده صحف الاخر بتكتشف ان صحبتها دي فعلا ما كانتش ينفع تكون ان هي صحبتها فهنا مش انتوا اللي بتشوفوا الموضوع ان هو تحكم وخلاص لكن هو هنا مش تحكم هو تحكم مبرر وللصالح تمام ده بقى بيعتمد على طريقتك وانت بتوصل لها المعلومة يعني انت بتيجي تقول لها لا مش هتعرفيها تاني ولا بتيجي تنصحها صحبتك دي مش كويسة انا خايف عليك ده المصلحتك بتوضح لها ايه الاسباب فيه رجل مثلا ممكن يجي يقول لمراته مثلا ما تعرفيش البنتي طب لو اوضح لها الاسباب برضو هي مسرة وده بيحصل كتير هي مثلا صحبتها بقى لها سنين طبيعي لما تيجي تقول لها اول مرة مش هتصدق فانت محتاج انت خايف عليها فمحتاج تخد ايه وقت شوية تثبت لها يعني برضو واحدة واحدة اصلا هي انت يعني قيس الموقف عليك انت لو لك صاحب هو مش كويس هي عرفت حاجة او خدت بالها من موقف وجات قالت لك انت طبعا مش هتصدق ده صاحب عمري تمام تأثيره ورضو تأثير الموضوع ده على الراجل اه ليه تأثير طبعا بس تأثيره على الراجل هو ممكن يبقى عارف وعارف يتعامل مع ده ازاي لكن انت في الموقف اللي احد نتكلم في ده او انت اصلا مش واغد بالك ان دي مش كويسة او الحاجة دي ممكن تعطلني في حاجة مش في مصلحتي يعني من الاخر لكن هو شايف ده عشان كده بيقوله عشان كده بيحاول ان هو يقوله مرة واثنين وانتي لو ما تقبلتش ده يحاول ان هو يفرده هي السيد تبقى بتحكم اذا كان يعني هي بتبقى شايفة ان هو بيتحكم او لا على حسب الطريقة على حسب الطريقة اللي بتعامل معاها الاسلوب برضو بيفرق لان فعلا زي ما قلتك من شوية فيه راجل مثلا يجي يطلب حاجة من السيدة او يقول له على حاجة تقول له طب ليه اسبب يقول له هو كده ومن غير نقاش فيه رجالة بتعمل كده لو ما تفتحين ببقك بيحصل بس مش ده الشائع برضو لا ده الشائع لا ده مش الشائع طب لا فيه رجالة كتير بتعمل كده يعني ممكن واحد مثلا يمنع مراته من الشغل من هي تزور اهلها اصحابها من حاجات كتير وتسأله هو كده ومن غير نقاش حاجات كتير بتحصل في الحياة بين الرجل والست وتيجي تست تتكلم عايزة تفهم يعني اللي هو انت وجهة نظرك ايه يقول له هو كده ومن غير نقاش يعني خلينا نقول ان الكلام ده كله معناه ايه ان فيه نوعين من التحكم يعني هو فيه تحكم مطلوب ولازم لو ما تعملش هيبقى حاجة مش كويسة تحكم مطلوب وفي اقتار واحدة عدد معينة وده تحكم ايجابي وفيه تحكم تاني اللي بيبقى فيه ده اللي انت تقصو دي اعتقد اللي بيبقى فيه استغلال للحق التحكم يعني ان انا ليه حق التحكم او ليه حق القوامة عليك فانا بستغله بزيادة او بستخدمه غلط فده عايز يلوى دراع تحكم سال فيه برضو ستات بتحاول تلوى دراع الرجالة لا بس الحتة دي اكتر عند الرجالة يعني خليني بالمناسبة لوي الدراع دي احكي لك قصة واحكي للمشاهدين بقى استاني اقولك قبل ان تحكي لك قصة دي اقولك اقولك لي انا بقولك الستات بتلوى دراع تمام لان انتي لو بصيتي برضو هتلاقي انه فيه ستات الستات زي ما كتب اكلمك من شوية هو كتير قوي من المواقف اللي الراجل عايز ياخد فيها قرار معين او بيقولك على حاجة معينة او فيه امره معين هو انت بتيقى شايفاء تحكم وخلاص مع ان هو مفيش تحكم كده وعلى النقية فيه ستات بتحاول تبفرد دايما سيطرتها وتحكماتها بشكل كبير جدا ومن البداية خالص يعني بتلاقيها دايما عندها هوس انه انا لو ما حاولتش ان انا سيطر وعارفها زي ما بيقولوا اتباح له القطة ولو ما حاولتش ان انا اعمل تحكمات وسيطرة هذا الراجل هيجي علي ويظلمه من ناحية تانية تلاقي ستات شايفين ان هو انا اصلا هو انا زي زي وانا ليه حد يتحكم فيها اصلا انا مش مفروض ان حد يتحكم فيها حتى تلاقيه بتعامل كده جوا بيتها من قبل ما بقى فيه زوج مع اخوها مثلا دايما تلاقي ستة دي بتعمل ايه بقى بتلاقيها معطاردة دايما جدال كتير قوي من غير ما يكون فيه سبب مغرر وداائما وضع لهجوم قولي لي بقى الكصة لوي اتراع شوف انت اصلا لوي اتراع برضو ده انت اصلا. لو اتراع مش رديت داخلينا اقول الكصة ليه ما انا بقولك او غير بدس ويضح لك النقطة عشان لما تقولي لي يأيه اهو لو اتراع ما خليتنيشdieاتك اتكلم عشان تعرف ان الرجلة هي لا الرجلة هي اللي بتلوي اتراع الساة وشفت انت انت اللي بتلوي دريع عشان ما تتكلمش انت اللي عايز تسيطره وبتتحكمه خليني بس اوضح لك القصة واوضح لستاذ المشاهدين قصة يمكن بتحصل في بيوت مصرية كتير جدا اتنين مكتوبين ومتفاهمين ومتفقين على حاجات كتير هيعملوها في حياتهم بعد الجواز ومن ضمن الحاجات دي هي ان ان شاء الله زوجها بعد الجواز هتستمر في الشغل اللي هي شغالة فيه بقالها سنين وفعلا اتجاوزوا وفضلت مكملة في شغلها وربنا رزقهم بطفل واتنين وكملت في شغلها بدأ الزوج واحدة واحدة كده يتحكم في حاجات كتير تخص شغلها وتعاملاتها مع الناس ولبسها والوقت والتأخير وحاجات كتير جدا لحد ما بدأت المشاكل دي تكبر ما بينهم وهو طلب منها ان هي تسيب الشغل تماما وكان السبب ان هو عايز ان هي تتفرغ للبيت وللولاد وان فيه طفلين هم اهم بكتير من الشغل وهي كانت متمستكة جدا بالشغل لحد ما حصل ان هي طلبت الانفصال وقالت انا خلاص مش هقدر اكمل ومش هسيب شغلي وان هي عايزة تطلق تخيلوا بقى الزوج كان رد فعله ايه قال لها تمام جدا عايزة تطلقي مفيش مشكلة بس بشرط انا مش هصرف على الولاد يا اما تعيش معايا وتتنزلي عن شغلك واصرف على الولاد يا اما تتطلقي وتشتغلي ومش هصرف على الولاد ومن هنا هو دلوي الدراع انظر يا امل يعني هو الكسة التي تتكلمين فيها هو ممكن جدا يكون الراجل ده يعني ممكن تكون هي فعلا لما نزل في الشغل حصل تقصير معين والدنيا مش مظبوطة وهو عايز بيسعى ان الدنيا تفضل مظبوطة وان اولاد وبيته يبقى تمام وهو من ناحية تانية ممكن يكون مكافي الاحتياجات كلها فهنا الشغل هو بس علشانها دي نقطة النقطة التانية ممكن هو يكون عمل كده في الآخر ان ديكت اخر ورقة ضغط معه علشان فيه بينهم بيته وولاده هو عايز يحافظ على ده فبيحاول ان هو يعني مش يلوي دراعها انتي متنمية لو يدراع بس هو بيحاول ان هو يديها مساحة اكبر ان هي تاهدى كده وتفكر ويمكن ده يخليهم يحافظوا على بيتهم وعيالهم تفتكر بقى لما واحد يوصل مشكلة بينه وبين مراته ويقرر ان هو ما يصرفش على اولاده ده يؤتمن يعني واحد ايا كان اي ان كان اي الخلاف اللي بينه وبين مراته ولا ده خط احمر انت المفروض الولاد بتخرجهم بعيد تماما عن الشغل عن الخلاف اللي بينك وبين مراته انا معاكي بس هو ممكن يكون مش هامل ده هو قدام قال كده ده كل الرجالة دلوقتي اما بيحصل خلاف بينه وبين مراته من قبل الانفصال خالص ولا بيتحمل مسئولية الولاد ممكن يبقوا تحت سقف بيت واحد وما يصرفش على الولاد لمجرد ان فيه خلاف بينه وبين مراته ده هي ده مش صح ماشي ده مش صح بس انا بكلمك انه هو هي كده مش حاسه بالامان هي لها الحق ان هي تمسك في الشغل بقديها واسنانها زي ما بيقولوا لان انت اول مع يعني مع خلاف زي ده كبير بينك وبين مراتك بتقول لها انا مش هصرف على الولاد ده بقى لما ترجع وتكمل معاه هتحس بالامان ازاي اذا كنت انت بتعمل كده دخلت الولادك في مشكلة كبيرة هو 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 الكصة اللي انت حكيتيها ده لو انت بتتكلمي على الكصة فهو ما عملش كده هو اصلا ما عملش كده هو بيقول لها الاختيار ده علشان هي يعني زي ما قلتلك تيدي لنفسها وقت وتستنى شوية يمكن يرجعه لكن ممكن جدا لو حصل خلاص الانفصال لا ممكن جدا تلاقيه بيصرف على الولاده ده مش معناه ان انا بقولك ان اللي ما بيصرفش وان اللي بيحطه ده طبعا ده مش قبة اساسي تمام بس هي متمسكة بالشغل علشان ده كده مالوش امان هو بيلوي درعها يعني هو دلوقتي بيتحكم بيلوي درعها علشان حاجة هو رفضها تمام هو بيلوي درعها من ايه من حاجة قريبة لقلبها لاهم حاجة في حياتها لولادها انت يعني مهما ان كنت رافض او زي ما انت كنت بتقول من شوية شايف ان البيت والولاد مهمين او ان هي مقصرة طب ما تقول لها ان انت مقصرة او ادي بيتك وولادك وقت اكبر من كده او اهتمي اتكلم مرة واثنين وعشرة لكن مش تلوي درعها وبعدنا يعني القصة اللي احنا كنا بنتكلم فيها زي ما بيحصل كتير في البيوت المصرية تلاقي ايام الخطوبة بيوديها الشغل ويجبها من الشغل وبيدعمها وبيساعدها وسبحان الله بعد الجواز الدنيا بتتحول بعد الجواز فيه ستات برده بتتحول وبتلوي درع انت بتتكلمين في قصة على فكرة كان فيه قصة نازلة على المتحدة مثلا بتقول على ستة سيبت جزهة وابناها ثابته معها ثلاث سنينة وحدش عارف انا حاجة حتى اهلها كل ده ليه؟ عشان هو كان بيقولها انه عايزين يجيبه اطفال تاني ده مش اسمه اي كلام وسيطرة سلبية ولو يدرع طب ما يمكن استتي دي عندها مشكلة نفسية معهم الشرط ده اللي انا بقوله ان في كل حاجة في كل حاجة يعني فيها الكويس والوحش زي ما كنا نتكلم كده فيه تحكم ايجابي وتحكم سلبي وفيه تحكم زكي يعني انا بشوف انه انا اولا كراجل انا ليه الحق ان انا اتحكم في امور كتيرة في البيت وتخص بيتي وزوجتي واولادي وفي بعض القرارات النهائية من غير ملغي من غير ملغي شخصيتك ومن ناحية تانية زي لبسك مثلا او لبس الست الراجل سواء اخ بقى او اب او زوج هو ليه الحق ان هو ياخد باله من ده ويعرفها لان هو عارف برضو الشارع في ايه وعارف نظرة الراجل اللي زي وعاملة ازاي ولو عملش كده على فكرة انت بتزعله انا كنت انسى اقولك دي حاجة حلوة يعني انا بالنسبة لي احترم الراجل جدا اللي بياخد باله وبينصح الست اللي معاي لان ده راجل خاف على السبت اللي معايه لو ما عملش كده انا بالنسبة لي محترمش الراجل ده يعني انت شايفة تحكم ازاكي ازاي الراجل عشان يتحكم تحكم ذاكي انت احنا اتفقنا ان هو ليه الحق في ده طب انت شايفة ان هو يتحكم تحكم ذاكي ده ازاي لا يعني فيه فرق انه التحكم الذاكي ده يكون بحب وبود ما يبقاش لوي دراع وبعصبية اخناق يبقى فيه تفاهم ما بينهم يعني انت لما بتيجي توصل حاجة للطرف التاني الاسلوب اللي انت بتوصل به ده بيفرق لما توصله حاجة بحب وبود اكيد طبعا هتلاقيه في ثانية استجاب ليك غير لما يكون انت بتعامل معاه بعصبية خلينا بس تناخد كده هدنة ونرجع نكمل المعركة خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل موضوع حلقتنا استنونه موسيقى 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 اشتركوا في القناة ولسه مكملين حلقتنا عن التحكم والسيطرة زي ما كنت بقول قبل الفاصل ان التحكم الذكي هو التحكم بالحب والود واللين يعني لو انت شايف حاجة مش عجبك في الطرف التاني وعايز تتحكم زي ما بنقول وصلها له بحب وود لما تحسس الطرف التاني ان انت في حاجة مش عجبك وخايف عليه وعايز مصلحته اكيد هيبقى مبسوط ومش هيحس تماما ان انت عايز تفرض سيطرتك وتتحكم فيه وبتدايقه دي حاجة حلوة جدا اكيد كلنا هنبقى مبسوطين لما تنحس ان الطرف التاني بيهتم بينا انا معيك يا امل في النقطة دي وانه يعني هو من حقك حقك كامرأة ان يكون ليكي وان انا احترمها وده الواجب اللي عليا ان انا احترم ارائك دي وما يلغيش شخصيتك وما يفردش سيطرتك وانا حقي كراجل انه انا لي حق القوامة ومسك زمام الأمور وزي ما اتفقنا شفتي اكدت عليها كم مره عشان ما ترجعيش تقوليلي انه من غير ما يلغي شخصيتك ولكن انت لازم تتقبلي ده وده الواجب اللي عليك واعتقد ان احنا لو بصنا للموضوع كده باضافة لكلام اللي انت قلتيه انه سيطرة بالحب والود محدش فينا هيبقى شايف معنى للسيطرة اصلا ولا هنبقى فيه صرف بيحاول ان هو يسيطر على التاني لا بالعكس هنعيش حياة مع بعض افضل هنقدر نتفاهم مع بعض افضل ولان دايما القوة للحق وليس الحق للقوة واحنا دايما زي ما بنقول كل مرة احنا مختلفين ولكن هنبدل مع بعض للنهاية وللأسف خلص وقت حلقتنا ولكن ما خلصتش موضوعاتنا ولسه عندنا حلقات اخرى واستنونا ان شاء الله هو يوم الاربع اللي جاي الساعة 12 الظهر في حلقة جديدة من برنامج حقي وحقك نشوفكم على الف خير باي 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 بايistle المترجم للقناة